بحث نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواعي دروس الزبيدي مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا أخير تطورات ذات الصلة بعملية السلام ومآلات خريطة الطريق الأممية في ظل تواصل تصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب حيث ناقش الجانبان في اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي ناقش المسجدات الأمنية والعسكرية في عموم المحافظات المحررة وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب وتأمين المياه الإقليمية واستمرار التحشيد الحوثي في عدد من الجبهات وانعكاساته على الجهود الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في بلادنا بدورها جددت سفيرة فرنسا التزام بلادها بدعم المجلس الرئاسي ومواصلة دعمها الإنساني لمساندة الشعب في ظل الظروف الرهنة مشيرة إلى أمكانية تعزيز تدخلات فرنسا الإنسانية جاه بلادنا في مجال المياه والإصحاح البيئي ودعم الصيادين وتمكين المرأة ترجمة نانسي قنقر